بدأ مساء اليوم اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا وذلك من مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بالقاهرة وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللجنة تسعى لإيجاد حلول ناجحة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق يأتي هذا بعد ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة التي تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت اشتركوا في القناة